السلام عليكم ازا يكن يا حباب قلبه عاملين ايه يا رب تكونوا الفيديو اليanner هيا يكون فيديو بصوا اعaching انعلم كده من العيار للسئيل من الفيديوهات الي انتو بتحبوها جدا 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 ومن الفيديوهات ومن السيدات الجميلة جدا الي انتو بتحبوها بجد عايز اقولكن الي dramatic can be you ولا دقيقه من الفيديو لاني والله العزيم في افكار وفي حاجات حلوة جدا يعني لو فوت كده لحظة ولا دقيقه هيفوتك كتير ويفوتك أفكار كتيرة كتيرة قبل ما نكمل الفيديو ما تنسيش يا غالية دعمك ليا باللايك وكمان لو أنت أول مرة بتشوف القناة عندي من خلال الفيديو ده يساعدني وجودك معايا تشتركي في القناة وتفعالي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد مني ما تنسوهش بقى لايقات كتير على قد ما تقدر يا غالية أنا عارفة أني أنت قدها وقدود أول حاجة زي ما انت شفتوا السيدة الجميلة الرائعة اللي معانا النهاردة سيدة كده عايز أقول لكم بصوا بتحب القناة جدا بتحب التنظيم بتحب الترتيب بطريقة حلوة جدا 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 أول حاجة بدأت بيها الأدراك بتاعة المطبخ وطبعا بتحط الكوفي أو زي ما كان كورنال كده بتحط فيه طبعا المشروبات بتاعة نكهات القهوة وكمان الشاي والقهوة العادية جدا والسكر وكل حاجة طبعا أنتوا عارفينها من نسبة ليه المكان بتاع الكوفي أو الركن بتاع الكوفي هنيجي كمان شايفين كمان عجبني أكتر الحيطة اللي هي حطاها أو الستيكر اللي هي حطاها وراء المكان بتاع الكوفي حلو جدا جدا كمان عايز أقول لكم أن ده استيكر حوائط بتحط في المطابخ حلو جدا جدا وقابل طبعا لأي حاجة للغسل وكمان لو إيجي عليه دهون أو أي حاجة تقدر أنك أنت تمسحيه بكل سلاسة حلو جدا فيه منه طبعا زي ما أنتوا شفتوا السلفر وفيه منه الجولد على حسب ما أنتوا بتحبي أو على حسب ما أنتوا بتفضلي كمان هنا الفيديو نهاردة يعني هيبقى برعاية كده المنظمات الجميلة الشيك اللي هي الخشبية الأول كان طالع اللي هو الأكليريك ومازال لحد الآن دلوقتي طالع ولكن كان نوع من التغيير أو من التجديد اللي هو كمان المنظمات اللي هي الخشبية ودي بتكون شكل حلو جدا وبتجمع كمان ما بين النظافة كده والأناقة شايفين كمان قد إيه مش بسطة كمان يعني حطت المنظمات دي للمأكلات بتاعتها أو للحاجات اللي هي بتحتاجها مع الكوفي أو مع الركن بتاع الشاي لأ كمان حطت يعني عملتها أو جابتها كمان كمنظم ليه المعالق والشوك والأشارة بقى وكمان كل حاجة بتستخدمها للمطبخ شايفين قد إيه التنظيم حالو الترتيب حالو بجد يعني أنا زات نفسي لما بشوف كده ببقى مبسوطة ببقى فرحانة جدا لإني بجد يعني بحس الحاجات دي بتديني كده بور وبتديني تنظيم أكتر يعني مثلا لو في عندي حاجة في بيتي شخصيا كلك أكيد شفتوا بيتي وشفتوا يعني حياتي ماشية زي طبعا على قناتي التانية في ناس كتيرا متعرفش القناة التانية بتاعتي أو ممكن كنوا مشتركين جدا لسه ما يعرفوش القناة بتاعتي التانية قناة التانية اسمها حب حياتك وبيتك معرودي ابحثي عنها كده هتطلع لك بنفس الصورة اللي محطوطة هنا على القناة هنا وأنا بقدم فيها كل برضو محتوية أنا أو حاجاتي أنا وهتشوفوا بقى تنظيمي أو ترتيبي وهتشوفوا إزاي برضو أنا اتعلمت كتير يعني أنا مش معنا بجيب لكم الفيديوهات دي فيعني بورها لكم أنتوا بس وأنا لا لا والله أنا كمان زي زيكم وبحب أخذ أفكار وأخذ حاجات عن التنظيم والحاجات دي وبطبقها في بيتي في حاجات طبعا كتير قوي نقدر إن احنا نطبقها ونعملها وفي حاجات لا ولكن بصوا بنعمل على قد إدينا يعني بص كده زي ما يقولك المثل الشهير عندنا في مصر على قد على إيه؟ على قد إيدك على قد الحافك مدي إيدك يعني على قد الحافك مدي إيدك آه هم يقولوا كده يعني على قد ما إيدك تقدر تجيب أو تقدر تعمل اعملي مش شرط إن انت تكلفي حاجاتك قوي أو مثلا تجيب حاجات غالية قوي عشان انت شفتي مثلا هنا حاجات غالية قوي لأ في حاجات كتيرة وفي بدايل كتيرة بتحل كتير مكان الحاجات دي عشان ممكن مثلا حد يقولي طب دي الحاجات دي غالية ومش هنقدر وقولي يا فلوس يعني بيجي لكم منتات كتيرة قولي يا فلوس يعني أهم حاجة الفلوس وأهم حاجة أن يكون فيه فلوس عشان نجيبه نعمل أنا معاكم مش عقول لكم لأ أو مش متفق معاكم في الكلام ده متفق معاكم جدا جدا في الكلام ده ولكن يعني نقدر أن احنا والله العظيم لو أنت عايزة تعملي أي حاجة هتعمليها بأبسط الأمور وبأبسط التكاليف فهمني تقدري تعملي كل حاجة بأبسط التكاليف بس هي الفكرة هنا في حاجة واحدة بس في التنظيم أني كنت يكوني منظمة وكوني عارفة تنظمي حاجاتك إزاي شايفين بقى قد إيه هي نظمة التلاجة بتاعتها وزبطت التلاجة بتاعتها هي هنا كانت بتوريكو الحاجات بعد ما نظمتها أو بعد ما رتبتها شايفين قد إيه تنظيم حلو في كل حاجة والله يا جماعة بيريح النفسية يعني أنت كمان ذات نفسك لما تيجي تدوري على حاجة كده في قلب المطبخ بتاعك هتتلاقيها هتبقي مقسمة كل حاجة عارفة المكان ده في إيه وعارفة المكان ده في إيه وعارفة المكان ده في إيه عكس مثلا ما تكوني مثلا يعني مثلا هي هنا بتنظم البقليات أو بتنظم التسالي أو الحاجات اللي هي بتحتاجها في يومها حلوة جدا أن احنا ننظمها في برتمانات أو في جرات زي ما أنتوا شايفين علشان خطر مثلا أقدر أن أنا بقى بصه أبقى عارفة كل حاجة حطت كل حاجة في مكان أو يعني نظمته في مكان خلاص هي بالتالي عارفة المكان ده أو نظمت المكان ده خلاص عارفة أن فيه هنا الحاجات دي أو الحاجة اللي أنا هاخدها فاهميني؟ بس فأنا حبيت أن أنا هنقلكوا الحتة دي أو المكانة دي بحيث أن احنا كلنا نكون عندنا كده يعني يكون عندنا ثقافات مختلفة نقدر نماشي بيها حياتنا أو نقدر نماشي بيها أوقاتنا فهمين قصد إيه؟ هنا بقى زي ما أنتوا شايفين طبعا كمان يعني الفشار وحاجات التسالي كمان حطتها في البرتمانات دي والبرتمانات دي موجودة بكسرة وبكمية وبأشكال مختلفة على حسب ما أنت تحبي أو على حسب ما أنت تفضلي شايفين هي عملتهم وحطتهم كده جنب منها يعني عاملة زي نظام رخامة صغيرة من نفس الرخام بتاعها فهميني؟ وحطتها كده زي ما أنتوا شايفين هنيجي هنا بقى لي تنظفها أو لي تنظمها للبتجاز أو للدهون على كل حال كل هي عملته جايبت ميا وحطت لمون قطعت شريح من اللمون وسخنت الفرن الأول وبعد كده حطته كده في قلب الفرن وطبعا مشغال الفرن عليها طبعا كل البخار باللمون على فكرة كمان كنتوا دي في خل كل ده هيروح في قلب الفرن وبعد كده بكل سهولة بالسبونج هتلاقيه طرعا معيك وزي الفل شايفين كمان هنا المنظمات الكيوت الجميلة اللي حطتها على الحوت كده عملت برضو شكل حال نقدر إحنا كمان لو بمنظمات عادية جدا من منظمات بسيطة تقدر أنك انت تشكلها زي ما أنت عايزة أو تحط لها أشكال زي ما أنت عايزة هتديلك نفس الأشكال دي طيب إيه المنظمات دي تقدر تجيبي اللي هو الكاندي كانديجار أو برطمانات عادية أو جرات عادية وتقدر أنك انت تزينيها بنفس التزيين ده والله يا جماعة يختلف معيكو تماما 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 من حاجات بسيطة تجيبي بس إزيزة سبيري وكام جرات عندك أو كام برطمان عندك وتقدر تنفذ الحاجات دي بكل سهولة وكل سلاسة عندك في قلب البيت والله هنا بقى زي ما أنتوا شايفين ده تنظفها للحوت بتاعها طبعا هم فيه اللي هو الجل الجل دوت طبعا بيكون ليه الأحواض أو لغسيل الأحواض وفيه منه البودر وفيه ما فيش كلام ده خالص تقدر تجيبي ملح لمون وكاربوناتو وتحطيه وتنظفي بيه شوية خل هيبقى معاكي زي الفل بس كده هنيجي هنا بقى للتنظيف بتاع المطبخ كل اللي هي عملته حطت ميا وحطت كمان نص كباية خل وحطت الصابون اللي هو بتاع الاطباق وكمان ضافت كمان اللي هو الحبيبات اللي هي المنعشة بتاع الملابس وحطتها في قلب الميا وبعد كده مسحت الحيطان عشان كل الاتربة اللي بتكون على الحيطة وفي نفس الوقت كمان بتنظف بيها الحيطة تقدري كمان تعمل الخلطة دي لكل الحوائط عندك هنيجي هنا للطايلت ويتنظمها ليه الأدراك بتاعت الطايلت أو للنظافة الشخصية بيها أو النظافة الشخصية للطايلت زي ما انتو شايفين جابت كده الجرات وحطت الستيكس وحطت كنان كل الحاجات اللي هي بتاعت التنظيف وحلوة قوي عجبتني فكرة التجارات الصغيرة أو البرتمانات الصغيرة دي فكرتها حلوة جدا جدا أنك انت تحطيها كده في قلب الطايلت لو انت عندك دولاب أو عندك تأفيل صغير كده فحلوة جدا جدا عجبتني بصراحة هنيجي هنا للمنظفات اللي هي بتنظف بيها الطايلت بتاعها وهي بتقول بتحب ان هي تحطها في بوكس كده وتحط المنظفات تحت الحوض لان ده الحوض بتاع الطايلت وده شكله كده زي ما انتو شايفين شايفين التنظيم يا جماعة والترتيب حلوة جدا جدا بجد بيخليكي كده حاجة تانية خالص خالص هنيجي هنا للغرفة اللي هي بتاعت الملابس وحتى زي ما انتو شايفين في الكندي جار او في الجراط حتى المشابك ودي فكرة حلوة جدا وكمان حطة الداوني الناس كتيرة بتتفق في حتة الداوني ان احنا نحطه كده في المنظمات دي او مش مهم تكون ازاز او مش مهم تكون جراط ممكن اي منظمة عندك تقدر تحط في الحاجات دي فجالك قبل كده كومنتات طب ليه ان احنا نحط الحاجات دي طب ما هي جاية في علبتها ومحطوطة في علبتها ليه ان احنا نحطها كده بصوا في ناس كتيرة بتحب ان هي تبقى شايفة الحاجات دي قدام منها كده بتديها منظر جمالي حلو وفي ناس كتيرة بتحب ان هي لا عايزة بتكون في المنظم بتاعها او بتكون في حاجاتها او جاية في حاجاتها فبصوا على حسب ما انتو تحبوا ولكن كل حاجة زي ما قلتلكم بالتنظيم بيكون حلو جدا التنظيم ده شيء حلو جدا جدا انك انت تتنظمي وتحطي هنا وتحطي هنا بجد بترتاحي نفسيا بصي راحة كده ما بعدها راحة والله العظيم والحاجات دي كلها موجودة بعد انت بيجيبي كل يوم يعني انت مثلا مثلا لو انت حابة انك انت تحطي المسحوق بتاعك الجلة او كل الحاجات بتاعت على كل حال بتاعت الغسيل تقدر انك انت تجيبي الجرات دي او البرتمانات دي هي مرة واحدة بس اللي هجيبيها طبعا ممكن تجيبي كل شهر مثلا ازازة فاهميني كل شهر ازازة مش هقولك بقى يعني تجيبي لك ازازتين تلاتة لا لا كل شهر ازازة طبعا ده المكان بتاع الغسيلة زي ما قلتلكم او بتاع الغسيل فزي ما بقولكو تقدر ان كنتم تجيبوا واحد بس كل شهر وهتيجي بعد فترة هتيجي تبص تلاقيكي جمعتيهم بقى عندك جرات كتيرة حطيتي فيها بقى عندك منظمات كتيرة نظمت الدنيا فيها كده حتى كمان لو انت عروسة يعني مثلا لو انت عروسة بتزبطي في بيتك او لست هتتجاوزي او مقبلة على الزواج او سيدة عادية جدا بتنظم في بيتها او بترتب بيتها بتقدر برضو ان هي تعمل كده واحدة واحدة مش شرط ان كنت تجيب الحاجات دي مرة واحدة فاهميني لان الحاجات دي بتبقى سعرها فعلا بيبقى في تكلفة طبعا هنا دي المنظمات هي منظمات اكليريك طبعا لكل الحاجة بتاعت الميكوب بتاعتها ودي برضو حطاها في نفس المكان اللي هو بتاع الغسالة علشان خاطر زي ما انتو شايفين بتنظمها كده هي هنا كانت بتجيب لكو طريقة الفوطة تقدر ان كنت تعمل الفوطة بشكل حال وفي نفس الوقت تبقى صغيرة بصوا لو هي الحتة دي بتجري فيها ممكن تعدوها تاني عشان يجيلكو نفس الشكل بتاع الفوطة دي بصراحة شكلها عجبني وانا شخصيا اتعلمتها لاني عجبتني شكلها حاستها كده اللي هي منظمة شايفين هنا برضو تنظيم بتاع الفوطة دي حلو برضو وتحسون ان هو ايه يعني ده شكل تاني او مثلا يكون لو استغلال مساحات بقى لو انت مثلا عندك مساحة تقدر تعملي الشكل ده او الشكل ده اختاري بقى اللي انت عايزين ده تنظمها او ده ترتبها ليه التويلت شايفين بقى يا جماعة والله العظيم بصوا التنظيم حلو جدا يعني شوفوا كل ما تبقى حياتك منظمة كل ما تبقى حياتك افضل وحياتك احسن بكتير يعني بس ده كده اه هنا طبعا ده شكل الطويلت هنا بقى ده تنظمها مفروض ان ده درفة او دولاب بتاع حطة فيه الكوشنز او حفظة فيه الكوشنز بعد كده زي ما انتوا شايفين شارت كل ده وحطت كده المنظمات الكيوتو اللي انتوا شايفينها دي علشان تحط المناديل والمنظمات والمنظفات بتاعتها اللي هي بتاعت الاستخدام اليومي وحطت في بوكس كده الكوشنز اللي هي بتستخدمه هنيجي هنا بقى لتنظيف الطويلت وعملت خلطة جميلة جدا الخلطة دي اول حاجة حطت فيها كوب من السودا وبعد كده حطت 3-4 كوب اللي هو حمض الستريك وبعد كده حطت الزيت علشان يكون رحيتها حلو اي زيت معطر عندك يعني وكمان حطت معلقة كبيرة من الهايدروجين دوت برضو تقدر ان كنتي كل حاجات دي موجودة طبعا وبعد كده بقى ايه زي ما انتوا شايفين يعني عملتها بيدها كنوع يعني مثلا ايه كشكل يعني مفيش عندك مش قادرة انك انت تعمليها كده ممكن تعمليها زي ما انتوا شفتوا في الاوالب اللي هي السيليكون عشان تعمل معاكي الشكل اللي انتوا شايفينه وبعد كده تسيبيها كده فترات يعني ساعة ساعتين ثلاثة لحد لما تتمسك كده مع بعضها وبعد كده تحطيها في قلب الطويلت هي بتقول ان هي بتنظف الطويلت جدا جدا وفي نفس الوقت بتعمل ريحة حلوة وفي نفس الوقت كمان بتديكي لو الطويلت بتاعك فاتح بتديكي لون فاتح لين بتقدروا ان كنتوا تعملوها هنا طبعا دي تنظمها او ترتبها لغرفة النوم عندها وغرفة النوم يعني عاملالها كده جاو شيته حلو ميخليه القوضة شكلها حلو وحطت كمان الفاسطين دول بما ان ان احنا يعني داخلين على الشتة بردو فزي ما انتوا شايفين جولة كل ما يكون الجو حلو كده كل ما بتحستي براحة نفسية كل ما بتحستي بصتي يعني عايز اقول لكم ان الفرو ده بيعمل كتير معايا بصراحة بحسك كده فيه بدفع بحسك فيه بدفع والله بجد للبيت يعني مش عارفة انت عندكم نفس الاحساس ده ولا ايه يعني اللي جرب حتة الفرو او الشموع او الحاجات اللي هي بتاعت الدفع دي مش عارفة حسيته بكده زي ما انا حسيته ولا ايه مش عارفة طبعا هنا دي تنظمها للكونسول وكمان للريسبشن بتاعها بس كده ده كان فيديو بتاع النهاردة يارب يكون الفيديو عجبكو ويكون السيادة الجميلة اللي كانت معينا النهاردة تكون عجبتكو اشوفكو الفيديو جاي واسبكو في رعاية الله وحفظه ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة